أكدت مفوضية الانتخابات أن استغلال المال العام والمشاريع الحكومية في الدعايات الانتخابية أمر مرفوض وسيتم محاسبة المتورطين بذلك الشارع العراقي من جهته يتساءل عن سر هذه الأموال الطائلة التي تصرف من قبل المرشحين في الدعايات الانتخابية واستخدام قنوات فضائية باهظة الثمن بالمقابل قانونيون يرون أن قانون الانتخابات في الدعاية الانتخابية لم يحدد قيمة الانفاق للمرشح أو للأحزاب بالعكس مما يفعل في دول العالم من تحديد ميزانية محددة لكل مرشح أو حزب من خلال فتح مصارف أو حسابات مصرفية في تلك البلدان بالمقابل أيضا هناك من يتساءل أو مراقبون يرون أن استخدام الأموال الخارجية أو لجوء بعض المرشحين لاستخدام هذه الأموال الخارجية سينعكس سلبا على المرشح في ولائه للبلاد ويفتح شهية المرشحين والأحزاب للمال السياسي في استغلاله ترجمة نانسي قنقر